قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأا سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أوعى من سامع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذا البرنامج الذي سوف نتحدث فيه عن الحديث النبوي الشريف وأهميته وعن بعض الجهود التي قام بها الأئمة من المحدثين لجمع الحديث وحفظه وتنقيحه حتى استقام لنا الدين وحتى ثبتت لنا معالمه في هذا البرنامج سوف أسوق بإذن الله تراجم بعض هؤلاء إلى أمة الأعلم ولكني قبل التحدث عن ذلك رأيت أنه من المستحسن أن أبدأ في أولى الحلقات عن الكلام عن فضل العلم الشرعي ويعني سأتكلم في هذا الباب وإن كان هذا الباب يطول لكني سأختصر إن شاء الله لأن العلماء تكلموا فيه كثيرا وألفوا فيه المؤلفات ومن تلك المؤلفات مثلا كتاب جامع بيان العلم وفضله لحافظ المغرب ابن عبد البر وكذلك الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع للخطيب البغدادي كل هذه الكتب وهذان الكتابان كانت في العلم وهناك كتب كثيرة وهذان حافظان إمامان جليلان ابن عبد البر النمري من أهل الأندلس حافظ المغرب وكذلك الخطيب البغدادي حافظ المشرق وكلاهما توفي في سنة 463 وكتاب ابن عبد البر هو لعله في هذا الباب أفضل من كتابي الخطيب البغدادي هذا الكلام عن العلم سأختصر فيه بحيث يكون في حلقة واحدة وربما في حلقتين الكلام عن فضل العلم كثير ومتشعب لكن أول ما ينبغي أن يذكر أن نتيقن ونعلم بأن هذا الدين المبارك هذا الدين قام على العلم وكما هو معلوم العلم أنواع وصنوف ولكن أشرف هذه العلوم علم الشريعة الذي به صلاح الدين وصلاح الدنيا ثم يأتي بعد ذلك سائر العلوم الأخرى التي بها صلاح الدنيا وصلاح معاش الناس أول ما نزل من القرآن الكريم هو قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من حلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه أول الآيات كون هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا وحده يكفي ويغني عن كثير من الكلام يعني بحيث يدل على أهمية العلم هذه أول الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق في هذه الآيات لفتة عجيبة تبين أهمية العلم وتبين فضله وهو أن الله سبحانه وتعالى امتن على يعني على ابن آدم بخلقه من نطفة وبخلقه من علقة كما قال تبارك وتعالى خلق الإنسان من علق وهذه المرحلة أو المرتبة هي أدنى مراتب الإنسان العلق هو قطعة من الدم فهذا أول مرتبة من مراتب الإنسان أن الله سبحانه وتعالى امتن عليه بأنه خلقه من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ثم وصف هنا نفسه سبحانه وتعالى بالأكرم مع أمره بالقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم كأنه جل وعلا يبين أن تعليم الإنسان هو أعظم منة منه جل وعلا بحيث وصف نفسه بالأكرم في مقارنة بالعلم مع قوله علم الإنسان ما لم يعلم مع قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق وعلم الإنسان ما لم يعلم هذه أعلى المراتب فالإنسان بين مرتبتين هي أدنى المراتب وأعلى المراتب خلق الإنسان من علق علم الإنسان ما لم يعلم بين هاتين المرتبتين قال اقرأ وربك الأكرم فكأن الوصف بالكرم يعني اختار الله له هذا التعليم ليصف نفسه بالكرم وذلك دليل عظيم على أن العلم هو أفضل نعمة يمتن بها الله سبحانه وتعالى على عباده وإلا لما كانت يعني في أول ما نزل من القرآن على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والله سبحانه وتعالى فضل ابن آدم فضل آدم نفسه على الملائكة بالعلم وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالازياد من العلم وأمر الملائكة أن تضع أجنحتها لطالب العلم قال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إلى آخر الآيات وأسجد الله لآدم ملائكته وذلك لفضله بالعلم وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِذْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِذْنِي عِلْمًا العلماء يقولون يكفي العلم شرفا أن الله أمر نبيه بأن يسأله المزيد منه وفي مسند أحمد والسنن الأربع إلى النسائي عن كثير ابن قيس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبي الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا لأجل الحديث قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب والعلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا دينار حما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ بحظ وافر العلم رفعة لمن تعلم رفعة لصاحبه يقول الله سبحانه وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا العلم درجات وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في الحديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين هذا الكتاب يعني بالقرآن هذا الحديث صحيح مسلم وله قصة وهو يعني أن أبا الطفيل يقول إن نافع بن عبد الحارث وكان هذا استعمله عمر رضي الله عنه على أهل مكة يقول قال له عمر والتقى به في طريق فقال من استخلفت على أهل الوادي يعني على أهل مكة قال استخلفت عليهم ابن أبزى فقال عمر وما نبز أبزى فقال رجل من موالينا فقال عمر استخلفت على أهل الوادي وعلى أهل مكة مولى فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فعند ذلك قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وأبو العالي الرياحي تابعي مشهور كان يأتي ابن عباس وكان ابن عباس يجلسه على السرير معه وكانت قريش تتعجب فلما رآهم يتغامزون فطن لهم ابن عباس فقال هكذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة يعني أبو العالي كان مملوكا ومحمد بن حارث وهو أحد الرواة رواة هذا الأثر ينشد في إثر ذلك يقول رأيت رفيع الناس من كان عالما وإن لم يكن في قومه بحسيبه إذا حل أرضا عاش فيها بعلمه وما عالم في بلدة بغريبي والله سبحانه وتعالى قد رفعوا ناسا من العلماء لم يكونوا في الحسب والنسب بذاك عند الناس منهم الحسن بن نبي الحسن البصري المشهور شيخ البصرة وكذلك محمد بن سيرين مثله ومكحول الشامي وغيرهم كثير كانوا من الموالي ومنهم عطاء بن نبي رباح وكان عطاء يعني كما يقال مستوحش الخلقة كان أسودا لوني وأعرجا وأعور وأفطس وأشل ومع ذلك كان إمام أهل مكة وكان ينادى لا يفتا في الحج أو في المناسك لا يفتا إلا عطاء بن نبي رباح ومرة من المرات جاء إليه خليفة المسلمين في زمنه سليمان بن عبد الملك ومعه ولداه فجلسوا يسألونهم عن المناسك وكان عطاء بن نبي رباح من أعلى من الناس بالمناسك قال فكان يحدثهم وهو معرض عنهم بوجهه يعني ما اهتم كثيرا بخليفة المسلمين طبعا خليفة المسلمين هو يعني ليس حاكم دولة واحدة وإنها حاكم دول الإسلام كلها فقال الخليفة لولديه بعد أن قام قوما ولا تكسل في طلب العلم فما أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد يقصد عطاء بن نبي رباح والبدوي يقول في منظومته في النسب عمود النسب يقول لما ذكر عطاء بن نبي رباح يقول والحبشي بن نبي رباحي مولاهم المشهور بالصلاحي أعرجوا أعوروا أشلوا أفطسوا أسودوا من أنواره يقتبسوا من أنواره يعني من علمه وروي أن أمير المؤمنين هارو الرشيد لما قدم المدينة حاجا أرسل البرمكي إلى وهو وزير له أو حاجب أرسله إلى الإمام مالك الفقيه مام داري الهجرة لكي يخبره أن أمير المؤمنين يدعوه و احمل إلينا كتابك الذي صنفه و الذي هو الموت فأقرأه السلام و قال له إن العلم يقول مالك له أقرئه السلام و أقرأ أمير المؤمن السلام و أخبره بأن العلم يزار و لا يزور و يؤتى و لا يأتي فرجع البرمكي إلى هارون الرشيد فأخبره و ثم قال البرمكي نفسه لهارون الرشيد و كانه يحرضه على مالك بن أنس رضي الله عنه يقول يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك بأمر فخالفك اعزم عليه حتى يأتيك فبينما هم كذلك إذا بمالك رحمه الله يدخل عليه و ليس معه الكتاب جاء فقط للسلام على خليفة المسلمين فسلم و جلس فقال له هارون يبلغ أهل العراق أني سألتك أمرا من الأمور سهلا فأبيت علي فماذا قال مالك قال مالك يا أمير المؤمنين إن الله قد جعلك في هذا الموضع لعلمك فلا تكن أول من يضع العلم يعني أنت إنما جعلت خليفة بسبب ما عندك من العلم فلا تكن أول من يضع العلم ولقد رأيت من ليس هو في حسبك و نسبك يعز هذا العلم و يجله فأنت أحرى أن تجله و صار يكلمه و لم يزل يعدد عليه الأشياء التي فيها فضل العلم حتى بكى هارون الرشيد رحمة الله عليه ثم قال مالك أخبرني الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال كنت أكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي و كان فيما يكتب هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله طبعا غير أولي الضرر لم تنزل في ذلك الوقت و كان ابن أم مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير فهل لي من رخصة يعني في ترك الجهات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري قال زيد و قلمي رطب ما جفى حتى غشي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فوقعت فخذه على فخذي فكادت أن تندق من شدة الوحي ثم سري عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب يا زيد غير أولي الضرر يعني هذه الجملة جاءت إيادة على الآية قال مالك بن أنس فحرف واحد يا أمير المؤمنين بعث بها جبريل عليه السلام من مسيرة خمسين ألف عام يعني من السماء إلى الأرض حرف واحد حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أفلا ينبغي أن أعزه وأجله قال بلى يقول هارون الرشيد يعني فعند ذلك تأثر هارون الرشيد رحمة الله عليه وأجل مالك وقام معه وودعه ولله در القائل العلم يرفع أقواما بلا حسب فكيف من كان ذا علم له حسب فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا فما سوى العلم فهو اللهو واللعب نقف هنا قليلا ثم نعود إليكم بعد وقت قصير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء في الترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أذناكم ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النبلة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير و هناك حديث في الترمذي وابن ماجه وسنده فيه شيء من الضعف لكنه له شواهد من حديث ابن عباس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد وأهل العلم يقولون أن الصواب أنه من حديث ابن عباس يعني من لفظ ابن عباس من قول ابن عباس وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن لفظه قال والله لعالم أشد على الشيطان من ألف عابد هذا المعنى في هذا الحديث أو في هذا الأثر نظمه بعض الشعراء فقال تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد إنما كان العالم أفضل من العابد لأن العبادة لا تقبل إلا بالعلم كيف سيعبد الإنسان ربه إلا إذا كان عنده علم بتلك العبادة ولذلك يقولون العالم يعرف الجاهل والجاهل لا يعرف العالم العالم يعرف الجاهل لماذا؟ لأنه كان قبل العلم جاهلا والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن قط عالم وكذلك من العبارات المشهورة في فضل العلم أنهم يقولون العلم نور وصدقوا في ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ويقول تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم العلم نور لأنه الميزان الذي توزن به الأعمال والأقوال والأحوال وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين وبين الهدى والضلال وبين الغي والرشاد والذي يميزه الشرائع والحلال والحرام يقول الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولذلك يقول ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس إن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم لماذا؟ قال لأن العلم نور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف يشاء ولذلك نجد أن كثيرا من الزهاد من تلبيس إبليس عليهم أنهم يحتقرون العلماء ويذمونهم لأنهم يقولون المقصود من العلم العمل وهم يعملون ولا يفهمون أن العلم نور للقلب ولو عرفوا مرتبة العلماء كما يقول أهل العلم في حفظ الشريعة وأنها مرتبة الأنبياء لعدوا أنفسهم كالبكم عند الفصحاء والعمي عند البصراء يقول ابن أبي أويس وهو ابن أختي مالك ابن أنس يتكلم عن الإمام مالك أن يحيى ابن يزيد النوفلي وكان من الزهاد العباد وكان لا يكلم مالكا يعني ناقم عليه كتب إلى مالك بسبب أن مالك كان يعني يلبس اللباس الجيد ويأكل الأكل الطيب قال أما بعد فقد بلغني أنك تلبسه الدقاقة وتأكل الرقاقة وتجلس على الوطي وتجعل على بابك إلى آخر ما قال وأنت رجل قد ضربت إليك أكباد الإبل وارتحل إليك الناس واتخذوك إماما فاتق الله وتواضع والسلام فكتب إليه مالك بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم من مالك بن أنس إلى يحيى بن يزيد سلام الله عليك ما بعد فقد وصل إلي كتابك فوقع مني موقع النصيحة والشفقة والأدب أمتعك الله بالتقوى إلى آخر كلامه ثم قال له ذكره بقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ثم قال له ولا تتركنا من كتابك والسلام وأيضا كتب إليه عبد الله العمري وهو العافد كتب إلى مالك يزهده ويأمره بالانفراد الانفراد معناها أن يترك الناس وفقال فرد إليه مالك أو كتب إليه مالك يرد عليه أن من الناس من فتح الله عليه في الصوم ومنهم من فتح عليه في الصلاة ومنهم من فتح عليه في الجهاد ومنهم من فتح عليه في الصدقة وأما أنا فقد رضيت بما فتح الله علي من نشر العلم وما أظنني أو ما أظنك على مرتبة أحسن من المرتبة التي أنا عليها وفي كل خير أو نحو هذا الكلام فأحيانا بعض الناس العباد يظنون أن العالم على غير هدى أو نحو ذلك وما يعلمون أن العلماء هم وراثة الأنبياء ومن الأبيات السائرة المشهورة التي تبين أن العلم نور ما ذكر أن رجلا يقول بعضهم ينسبها للشافعي ولم أجدها للشافعي حقيقة ويقول أظنه ربما يكون أحد تلاميذ وكيع وليس الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لي عاصي والآخر يقول العلم نور والجهالة حلك ومن سرى في ظلمة الجهل حلك والبربري يقول سابق البربري يقول العلم فيه حيات للقلوب كما تحيى البلاد إذا ما مسها المطر والعلم يجل العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر هذه الأبيات لها قصة عند المحدثين جميلة جدا ويأن محمد بن مصعب القرقصاني كان محدثا وكان التلاميذ وهو من تلاميذ الأوزاعي يأتون عند بابه منهم ابن أبي الخناجر أحد المحدثين يقول كنا عند باب محمد بن مصعب القرقصاني ونحن جماعة من أهل الحديث وفينا رجل عراقي بصير بالشعر ونحن نتمنى أن يخرج إلينا ويحدثنا يقصد القرقصاني هذا حديث أو حديثين قال إذ خرج علينا فقال قد خطر على قلبي بيت من الشعر فمن أخبرني به حدثته ثلاثة أحاديث فقال العراقي يرحمك الله أي بيت هو فقال الشيخ العلم فيه حياة للقلوب كما تحيى البلاد وإذا ما مسه المطر فقال الفتى العراقي هو لسابقني البربري فقال الشيخ صدقت وماذا بعده قال والعلم يجل العمى عن قلب صاحبه كما يجل سواد الظلمة القمر فعند ذلك حدث الشيخ بستة أحاديث حدث هذا الشاب بستة أحاديث يقول ابن أبي الخراجة سمعناها معه وهذا من بركة العلم ثم إن العلم أيضا خير ما يقتنيه المؤمن يعني الناس يقتنون الأموال واقتناء العلم خير من اقتناء المال كما يقول الحماد بن الأمين في منظومة الله والعلم نعم المقتنى والمقتفى وهذا البيت شطر بيت أو يعني من منظومة في الأداب لهذا الرجل حماد بن الأمين وهو الشنقيطي كان ينصح فيها ولده وهي منظومة جميلة جدا وليست خفيفة ليست طويلة من ستة وثلاثين بيتا ينصح ولده هذا والنصيحة لأولاد المسلمين أيضا يقول في بدايتها بنيا إن البر شي ينهي ندونك منه ذا الذي يبين نصيحة من والد حفي بك هديت الرجد من بني إلى آخر ما قال شمل إلى مكارم الأخلاق خالص الأعمال من النفاق الأدب الأدب ثم الأدب إلى آن قال فازدن به فالحلم زين الظرفا جاء يتكلم عن أدب الحلم وبعدها يأتي العلم فازدن به فالحلم زين الظرفا والعلم نعم المقتنى والمقتفى طلبه فريضة وأفرضه علم مهمك به بدأ تقفضه فقوته الفقه وملحه الذي يصلحه النحوجه لهم إلى أن قال له تغرب وتواضع واتبع وجع وهن وعصي هواك واتري حتى يرى حالك حال المنشد لو أن سلماء أبصر التخدد يقول تغرب للعلم واجتهد له حتى يرى حالك حال هذا المنشد لو أن سلماء أبصر التخدد رجل ذهب تغرب للإتيان بمهر أو للإتيان بشيء من المتاع الدنيا لأجل ابنتي عمه سلماء فأصابه من التعب والزهد ورق عظمه فسار يقول لو أن سلماء أبصر التخدد ورقة في عظم ساقي ويده وبعد أهلي وجفاع ودي عضت من الوجد بأطراف اليد والشعر الآخر يقول خليلي أفني الأفني العمر غير الممددي على نشب إن منه وسيت يزددي ولا تفني أن العمر في جمع ما إذا بخلت به تذمن وإن جدت ينفدي يقول خليلي أفني العمر غير الممددي العمر غير ليس طويلا فأفنيه بماذا على نشب نشب يعني مال ويقصد هنا العلم على نشب إن منه وسيت يزددي يعني إن أعطيت منه ازداد والعلم يزداد بالإنفاق منه ولا تفني أن العمر في جمع ما إذا بخلت به تذمن ويقصد المال إن بخلت بالمال تذمن وإن جدت ينفدي ينتهي وهذا وصف المال إذا بخل به صاحبه لحقته المذمة وإن جاد به لم يبقى له شيء فشتان بين المالين العلم والدنانير ولذلك قال بعض السلف العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال المال تفنيه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعة المال تزول بزواله يعني الخير إذا عملته بالمال يزول بزوال المال الصنيعة يعني الذي يمدح عليه الإنسان ثم يقولون مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدار أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة وفي ذلك يقول أبو سحاق الألبيري رحمة الله عليه في تائيته المشهورة التي يحرض فيها ولده على العلم أبو بكر يقول وفي مطلعها هي قصيدة مشهورة فت فؤادك الأيام فت وتنحت جسمك الساعات نحت وتدعوك المنون دعاء صدقنا لا يا صاحي أنت أريد أنت إلى أن قال أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجل ما بعينك من عشاءها ويهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت وكنز لا تخاف عليه للصن خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شدتا وهذا هو وجه الشاهد يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شدتا يقول يحيى بن أكثم قال للرشيد ما أنبل المراتب فقلت ما فيه أنت يا أمير المؤمنين فقال لا ولكن رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف هذا يا أمير المؤمنين فقال ويلك هذا خير مني لأنه لا يموت أبدا ونحن نموت نفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر ولله در القائل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وكل فتى لم يحيى بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأا سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أوعى من سامع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم